اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمؤسسات لغرض استقبال التبرعات المالية وقيدها رسميا وصرفها في اعمال الاغاثة الانسانية لاهالي غزة ولبنان وتكون باشراف رئاسة الوزراء ثانيا قيام الدوائر كافة التي استلمت مبالغ التبرعات بايداعها في الحسابات المصرفية الجديدة وقيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالرقابة والتدقيق على الحسابات ثالثا كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ أربعين مليار دينار من احتياط الطوارئ ومن تخصيصات الموازنة المالية إلى كل من وزارة الصحة ووزارة التجارة وجمعية الهلال الأحمر العراقي لتقديم المواد الإغاثية إلى أهالي غزة ولبنان تحددها اللجرة العليا المشكلة في رئاسة الوزراء ويتم شراؤها من قبل الجهات آنفا استثناءا من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة وفي المجال التربوي وافق مجلس الوزراء على إجراء امتحانات الدور الثالث للطلب الراسبين بالدور الثاني للعام الدراسي 2023 إلى 2024 لجميع الدروس للصف الثالث المتوسط ولثلاث الدروس للصف السادس الإعدادي مع استيفاء مبلغ 25 ألف دينار عن كل مادة يؤدي الطالب فيها الامتحانة ويستثنى من ذلك الراسبون بسبب الغش ولا يسمح لهم بأداء الامتحانات وافق مجلس الوزراء على ما يأتي أولا يكون سعر بيع زيت الوقود النفط الأسود المجهز للمعامل المجازة أقل بـ 25% من النشرة العالمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 24 ألف وخمسمية وسبعة واربعين لسنة ألفين واربع وعشرين مع منح خصم مقطوع بـ 85 ألف دينار للطن الواحد والذي يمثل أجور النقل من المصافي إلى المعامل ثانياً تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 24 ألف وميتين واثنين واربعين لسنة ألفين واربع وعشرين لتتضمن توحيد نسبة تخفيض أسعار منتوجات النفثة القازولين الطبيعي المكثفات للقطاعات كافة بحيث تباع إلى مصانع البنتان والوارنيش والمذيبات وغيرها من المشاريع المشابهة بسعر أقل بـ 50% من النشرة العالمية ولمصانع الهدرجة بسعر أقل بـ 40% من النشرة العالمية ثالثاً يكون سعر بيع مخلفات التقطير الفراغي للمعامل المجازة بسعر ميتين ألف دينار للطن الواحد لجميع المعامل معامل الإسفلت المؤكسد معامل اللباد وعوازل البناء ومعامل الإفلانكوت وغيرها وفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 23188 لسنة 2023 رابعاً يعدل سعر بيع منتوج مادة الإسفلت الواردة في قرار مجلس الوزراء المرقم 23188 لسنة 2023 ليكون بسعر 450 ألف دينار للطن الواحد بدلاً من 350 ألف دينار ويكون سعر البيعي هذا للقطاعين العام والخاص بشكل متساوء ويستثنى من ذلك منتوج الإسفلت من مصفى القيارة ليكون سعر الطن 300 ألف دينار لجميع الأنواع وتراجع تسعيرة إسفلت مصفى القيارة بعد أربعة أشهر من تأريخ هذا القرار خامساً التأكيد على تطبيق الفقرة تاسعاً من قرار مجلس الوزراء المرقم 24547 لسنة 2024 على أن تقدم اللجنة المشار إليها في هذه الفقرة توصياتها بأسرع وقت ممكن ضمن التوقيتات المحددة سادساً السماح للقطاع الخاص بتصدير المنتوجات النفطية إلى خارج العراق سابعاً فرض رسوم قمرقية على مادة الإسفلت المستورد للعراق بنسبة 80% وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ أربع مليارات دينار إلى هيئة الأوراق المالية لغرض تمويل مشروع تحديث وصيانة الأنظمة الألكترونية الخاصة بتنفيذ التداول بالأسهم والسندات واستثناء المشروع من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض التعاقد مع شركة ناسداك أوماكس الأمريكية أقر مجلس الوزراء صرف المبالغ المتبقية لتعويض المتضررين من مربي الأسماك لعامي 2018 و2019 المتمثلة بمقدار 50% المتبقية من التعويضات المستحقة من موازنة وزارة الزراع لعام 2024 على أن يتم الصرف وفق قوائم تفصيلية تتضمن اسم الشخص المطلوب تعويضه المبالغ المطلوبة ومدققة وموقعة من مسؤولية الدوائر المعنية ومصادق عليها من الوزير أقر مجلس الوزراء زيادة رئيس مال المصرف العقاري للتجارة بمبلغ 500 مليار دينار من الأرباح المتحققة وتعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 24 2011 لسنة 2024 ليشمل دمج المصرف الزراعي والمصرف العقاري فقط كما أقر قيام وزارة المالية بأخذ الإجراءات المناسبة لتحويل المصرف الصناعي إلى شركة مساهمة من خلال الاستعانة بشركة إيرنست يونغ لتقييم الأصول وتعديل العقد بين وزارة المالية وشركة مصفى إيرنست يونغ ليشتمل التعديلات المذكورة وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد التي تتيح للمصرف العقاري للتجارة صلاحية شطب ديونه غير متعذرة الاستحصال التسويات للحالات السابقة بما لا يزيد عن خمسين مليون دينار وبموافقة وزير المالية لما زاد عن هذا المبلغ لغاية مئة مليون دينار ويجري استحصال موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن المبلغ المذكور بناء على توصية وزير المالية ولمدة ستة أشهر من تأريخ إصدار هذا القرار على أن يتحمل المصرف مبالغ الشطبي من موارده الذاتية وتعديل موازنته التخطيطية بحسب قانون الإدارة المالية رقم ستة لسنة 2019 المعدل وأقر مجلس الوزراء سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الإنبعاثات بأحداثها وخططها التنفيذية للسنوات الست القادمة لما في ذلك من تأثير على استدامة الطاقة والبيئة بما يصب في مواجهة التغيرات المناخية كما أقر المجلس الدراسة المقدمة من دائرة التنسيق الحكومي وشؤون المواطنين الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي بشأن تقارير الإنجازات السنوية لقياس مقدار التزام الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية كافة في تنفيذ متطلبات خطط وأحداث السياسة موضوع البحث وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة الثانية من قراره المرقم 165 لسنة 2019 بشأن بيع الدور والشقق السكنية المملوكة للدولة لتتضمن تزديد بدل البيع المتبقي والمتأخر في تزديده سابقا المترد بذمة المواطنين الموظفين بأقصاط متساوية على مدى لا يتجاوز 35 سنة من تأريخ البيع استنادا إلى قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم 21 لسنة 2013 المعدل ولا يترتب عليه استرجاع أي مبالغ مدفوعة إلى الدولة سابقا ويتم تزديد كامل المبلغ المتبقي في حالة بيع العقار إلى شخص آخر وأن ينفذ هذا القرار بدءا من تأريخ إصداره وفي مجال إدارة الضريبة وتنظيمها أقر مجلس الوزراء ما يأتي أولا تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع التفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين العراق وبالغاريا وتخويل السيدة وزيرة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية المذكورة بين العراق وبالغاريا وفق المادة 80 سادسا من الدستور وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة لوزيرة المالية ومدير عام الضرائب ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء ثانيا إلغاء قراري مجلس الوزراء 103 لسنة 2023 و23396 لسنة 2023 بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين العراق وكرواتيا وافق مجلس الوزراء على زيادة كميات الوقود المجهز إلى آليات هيئة الحجد الشعبي بـ 25 مليون لتر مجانا بدلا من السعر الرسمي لغرض إدامة الأمور اللوجستية وافق مجلس الوزراء على انضمام وزارة الصحة إلى التحالف من أجل العمل التحويل بشأن المناخ والصحة على أن لا يترتب على الوزارة أي التزامات مالية أو قانونية وعلى صعيد متابعة مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد وحل التعارضات التي تواجهها أقر مجلس الوزراء في حال إحالة تنفيذ التعارضات إلى نفس الشركة المنفذة أو أحد المقاولين الثانويين المرشحين من الشركة المنفذة فيتم استثناءهم من متطلبات الوثيقة القياسية وخطابات الضمان لمكون التعارضات وتمنح وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الصلاحية لدمج مكونات التعارضات في عقد واحد وأن يسري هذا القرار من تأريخ إصداره على جميع عقود التعارضات بموجب الآلية المرسومة في قرار مجلس الوزراء المرقم 23.718 لسنة 2023 وفي مجال متابعة إتمام المشاريع المتلكئة وإكمال مشاريع البنى التحتية أقر مجلس الوزراء ما يأتي أولاً زيادة الاحتياط لمقاولة مشروع بناء مجمع حكومي في ناحية الريحانة في محافظة الأنبار وتعديل الكلفة وزيادة الاحتياط لمشروع إنشاء مجمع مخزني في الديوانية ثانياً استحداث مكون إنبوب الغاز السائل 16 عقدة ناصرية حلة ضمن مشروع تحسين شبكات الأنابيب ثالثاً زيادة مقدار الاحتياط لمقاولتي إنشاء مستشفى سعة مئتي سرير في كل من قضائي القائم وحديثة وزيادة الكلفة الكلية لها وزيادة الكلفة الكلية لمشاريع إنشاء ثلاث مستشفيات تعليمية سعة أربعمائة سرير في كل من محافظات كاركوك والمثنى وواسط وأربع مستشفيات عامة سعة مئة سرير بمحافظة صلاح الدين في كل من أقضية الدجيل والدور وسامراء والطوز وزيادة الكلفة الكلية والاحتياط لمشروع مستشفى مئتي سرير في هيت بمحافظة الأنبار رابعاً زيادة الكلفة ومقدار الاحتياط لمشروع تأهيل مغذي قرى السدير في محطة السدير مقاولة ثمنتعش لسنة الفين وتسعة عشر في الديوانية خامساً زيادة الاحتياط لمقاولة مشروع بناء مدرسة نموذجية ثمنتعش صفاً في الفلوجة حي الشهداء المدرج مكوناً في ضمن مكونات مشروع إنشاء مدارس نموذجية ثمنتعش صفاً في عموم المحافظة عدد ثمنتعش مع إنشاء مدرسة أربعة وعشرين صفاً واثمع عشر صفاً نموذجية الرمادي الفلوجة عانة القائم راوة هيت حديث الرطبة القرمة سادساً وبشأن مشروع مجاري محافظة النجف ميم 2 وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة تتولى مراجعة أوامر الغيار الخاصة بالمشروع والمرفوعة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة المعوقات خلال 30 يوماً إلى مجلس الوزراء شكراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر